يزور فنان فرنسي من أصل بريطاني منذ عشر سنوات الأحياء الفقيرة في العالم تاركا على جدرانها لوحات ينجزها بألوان زاهية ويكتب في وسطها كلمات تنطوي على إيجابية كالحياة والسلام مرتديا سروالا قصيرا وقميس تي شيرت ينكب الفنان سابت الساء البالغ 35 عاما على إنجاز منشأة فنية تحمل عنوان المستقبل في حي ترابي فقير يسمى الزعتر على مشارف العاصمة الموريتانية نواكشوت ويكسب تسارسقه من رسم جدارية في أوروبا ويدخر المال لتغطية تكاليف رحلتين في السنة ليمضي شهرا في حي فقير أو مخيم للاجئين حيث يقدم خدماته للمقيمين ورسم تسان ثماني جداريات في المنطقة من بينها أمي وشباب وأصدقاء تتلألأ ألوانها في الحي تحت أشعة الشمس ويشير الرسام الفرنسي البريطاني إلى أنه رسم 222 كلمة جدارية حول العالم مع ولع عام بموضوعي السلام والحب